وشايفين كيف وإش اللي صاير أيضاً مع تطور التقني والثورة التقنية اللي عايشين بيها اليوم فعلاً ما سننا نستخدم أي أوراق أو نشوف أي نشتري كتب ورقية كل شيء بنلاقيه أونلاين كل شيء موجود في جوجل كل شيء نقدر نقرأه عبر الآيباد عبر الجوال فتحقيق في تحقيق نشرته اليوم عكاظ تحدث خبراء وناشرون أيضاً حول إمكانية استمرار الكتاب الورقي في ظل انتشار الكتاب الرقمي فقالوا أيضاً هذول الناشرون وكتاب بأن الكتاب الرقمي تميز بانتشار واسع ولكنه بالنهاية لم يلغي أبداً الكتاب الورقي والأولوية دائماً هي للكتب الورقية لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أستاذة منار العماري مؤسس منصة ضاد مساء الخير أستاذة منار أهلاً وسهلاً بداية أني بنعرف ما هو وضع الكتب الرقمية اليوم في الانتشار والإقبال طيب علشان نقدر نحدد أو نتكلم باختصار وتحديد أكثر تقارير زي كذا في جرائد يعتمد دائماً على مين السامتة اللي سووا عليهم هذا التحقيق أو مين اللي راحوا سألوهم عشان يتأكدوا أنه هل نجح أو فشل أو فيه انتشار أو لا هذا بشكل شوية واسع نجي الآن موضوع الكتب بشكل خاص والمحتوى بشكل عام الإلكتروني طبعاً أنا ما راح أقول أنه فيه واحد نجل ونجح واحد فشل لأنه هذا فيه ضمن الأثنين هيتكلم بالأغلبية؟ لا ما فيه شيء أغلبية ولا فيه حاجة نقدر نقول واحد فشل واحد نجح إحنا نتكلم على إحنا عندنا في العالم العربي فقط 500 مليون نسمة ما نقدر نقول والله أغلبيةهم يبغوا إلكتروني وما نقدر نقول أغلبيةهم يبغوا ورقي لأنه حتى الإلكتروني فيه أكثر من وسيلة في الفيديو في صوت وفي اللي هي الإي بوكس اللي تقرأيها زي كإنها كتاب فما نقدر نحدد أية واحدة بالضبط هذا ثانياً ثالثاً ما فيه واحد حيل غشاني الورق من ينقرض والتقنية في تقدم سريع في الأيام هذه والأجيال قاعدة تتغير في النهاية يعتمد هو على الشخص نفسه هل هو يفضل الورق أو يفضل شيء إلكتروني ولكن فعلياً ما في الورق ننهي نقرض تماماً ما عارف إذا نذكر كذا في التقرير أو الأرض ولكن أيضاً في المشتوى فيه تزايد كبير على الإنترنت وهذا شيء جداً مفرح وشيء جداً جميل لأنه في الوقت الحالي محتوى العربي لا يمثل ولا حتى 2% من المحتوى على الإنترنت بشكل عام لما نقول والله المحتوى في التزايد جداً كبير بس سنتين من الأخيين هذا خبر جداً جميل طب جميل هل تعتقدي بأن الكتاب الرقم بالنهاية ممكن يزيح الورقي في المستقبل القريب مع ضعف انتشار وأيضاً التوزيع والنشر وأيضاً لا ننسى في نفس الوقت أنه كثير من الأشخاص والقارئين وأيضاً القارئات يفضلوا الكتب الرقمية ليش؟ ليش يروحوا المحلات والمكاتب أنهم يشتروا هذه الكتب الورقية بأسعار أحياناً مبالغ فيها بالنهاية يقدروا يلاقوا هذا الكتاب أونلاين أستاذة مناير شكلوا قفل الخط علينا حنرجع نتصل عليها بس أنا بقول لكم وجهة نظري في هذا الموضوع توقع أنه أيضاً ممكن الكتب الرقمية تزيل الكتب الورقية ليش؟ لأنه أغلب الكتب بتكون موجودة أونلاين يعني كل شيء نقدر نقرأ ونحن في بيتنا وبدون تعب وما نروح على أغلب المحلات اللي ممكن نشتري منها هذه الكتب وأيضاً بدون أي مقابل مادي فهل توفقوني الرأي يا جماعة؟ هذا رأيي الشخصي وأتوقع أنه أغلبنا ممكن يوافقني هذا الرأي لأنه فعلاً يعني الإنترنت أو السوشيل ميديا أو أيضاً جوجل سهل الكثير من الأمور في حياتنا ولن ننسى أيضاً أنه فيه تطبيقات موجودة على الآي او اس وأيضاً على اندرويد نقدر نحمل من خلالها تطبيقات موجودة فيها كتب وأيضاً قصص وروايات نقدر نقراها من خلال هذه التطبيقات فرأيي أنه ممكن هذه الكتب الورقية تندثر بعد فترة معينة وأتوقع أنه في الوقت الحالي أغلب الناس ممكن يوافقوني هذا الرأي ونحن أكيد مشاهدين مكملين معاكم بفقراتنا وكيف تحولت عادة شربة القهوة في أمريكا إلى مشروع في جدة حيكونوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر